افتتح سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة النسخة العاشرة من سوق المزارعين البحرينيين التي تقام في حديقة الابدايع النباتية بشعار حصادنا بحريني بحضور سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة وسعادة الشيخ مرام بن تعيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وأعرب الوزير المبارك عن بالغ سروره بانطلاق النسخة العاشرة من سوق المزارعين الذي يعد شاهدا على الاهتمام الكبير الذي تليه الوزارة وانطلاقا من توجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوفير مختلف أنواع الدعم للقطاع الزراعي مؤكدا التزام الوزارة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة باطلاق المبادرات النوعية التي من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي وجعله رافدا مهما في استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين من جهتها أكدت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أن التزام المبادرة بالمشاركة في دعم إقامة سوق المزارعين يأتي انطلاقا من حرصها على دعم كافة السبل للنهوض بالقطاع الزراعي إذ يعد سوق المزارعين منصة مهمة للمزارعين البحرينيين لجذب الزبائن ودافعا لتنويع منتجاتهم المحلية سعدنا اليوم بفتاح النسخة العاشرة من سوق المزارعين البحرينيين الذي تم تنظيمه من قبل وزارة الشيخة والزراعة بالتعاون مع العديد من الشركة مبادرة الوطنية تنمية قطاع الزراعي وزارة السياحة تمكين مجموعة من الشركة سواء من جهات الحكومية ومساط المجتمع المدني هذا السوق في نسختها العاشرة يحمل تصميم جديد فعاليات جديدة السوق على مدى عشر سنوات تكتسب سمعة محلية وإقليمية من اللحظات الأولى افتتاح السوق ما شاء الله الجماعة تتوافد هذا السوق يعكس حرص الوزارة على نعم المزارع البحريني في تسويق منتجاته من جانب آخر المزارع البحريني ما شاء الله عليه مبدع متميز في الانتاج في التسويق ينافس ما شاء الله عليه ويلبن بإحتياجات المجتمع البحريني طبعا اليوم احنا متواجدين في سوق المزارعين فعالية ضمن فعاليات أعياد البحرين وتأكدنا ان احنا نكون متواجدين اليوم لندعم هذا السوق تحديدا من الناحية الترويج السياحي محليا وإقليميا اليوم كان في تعاون جدا مميز بين وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وأيضا وزارة البلديات على أساس أننا ندعم هذا السوق والمنتج البحريني تحديدا الحمد لله رب العالمين نربي بارك وحضرنا معكم اليوم افتتاح النسخة العاشرة من سوق المزارعين البحرينيين يمكن هذه أول نسخة صارت عقب الجائحة اللي ما عليها أي قيود أو شروط ففرحة الناس اللي شفناها في عيونهم كانت كبيرة جدا كذلك التميز اللي شفناه في الإنتاج والزراع والتنافس الحلو بعد بين المزارعين هذا كان طيب جدا هناك أيضا حرفيين مجموعة من الحرفيين ومن الأسر المنتجة ومن الفنانين والمطاعم البحرينية فالجو الجميل اللي احنا متعودين عليه شفناه اليوم رد بالشكل الطبيعي الحلو والجاذب لمحبي الزراعة ولمحبي مملكة البحرين حوالنا أن نحتفي بالنسخة العاشرة بطبيعة وبأسلوب مختلف عن النسخة السابقة سابتديني في تغيير البوثات منصات البيع الموجودة للمزارعين استغطبنا عدد كبير حوالي 43 مزارع استغطبنا الأسر المنتجة استغطبنا الشركات المنتجة أيضا في الجانب الزراعي وبالتالي النسخة العاشرة مميزة ومختلفة طبعا أكيد الدعوة للجميع للحضور والتواجد بهذا السوق اللي بيكون كل سبت بتكون تسويق المنتج المحلي من المحاصيل المنتجة والورغيات المنتجة الزراعية كل منتجنا بحريني ومن محصولنا البحريني